الرئيس البرازيلي يهز مصر باكملها بعد دعمهم فلسطين شاهد تصريحات كبيرة من رئيس كوريا الشمالية تجاه مصر السلام عليكم لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا زر الجرس الرئيس البرازيلي يهز مصر باكملها بعد دعمهم فلسطين اكد السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوق الشعب الفلسطيني وحقن دمائه واقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس واعرب اللوح خلال اتصال هاتفي ببرنامج على مسؤوليته الذي يقدمه الاعلامي احمد موسى عبر فضائية صدى البلد مساء السبت عن شكره للرئيس السيسي لجهوده وتحركه منذ اللحظة الاولى لتعرض قطاع غزة الى ابادة جماعية شاهد تصريحات كبيرة من رئيس كوريا الشمالية تجاه مصر تصريحات دياب اللوح جاءت في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة اليوم الاحد لكشف تطورات الاعتداءات الاسرائيلية والوضع في قطاع غزة كشف السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح ان القصف الاسرائيلي تسبب في تدمير اكثر من ثلاثين الف وحدة سكنية وتشريد اكثر من مائة واثنين مليون مواطن وتدمير اكثر من اربعة عشر مستشفى اول تعليق من رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نيتنياهو بعد اعلان مصر دعم فلسطين قال السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح الاثنين ان اسرائيل استهدفت معبر رفح وتعرقل ادخال المساعدات لغزة وذكر دياب اللوح في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية حتى هذه اللحظة لا نملك معلومات مؤكدة بشأن فتح معبر رفح الذي يرفض ويمنع فتح المعبر هو اسرائيل اسرائيل قصفت اجزاء كبيرة من معبر رفح والبوابة الفلسطينية للمعبر والممر الفاصل بين الموابتين لا نثق في الادارة الامريكية التي حازت بشكل سافر الى جانب هذا العدوان ضد شعبنا سفير فلسطين بالقاهرة اسرائيل تتحمل المسئولية كاملة عن ذبح المدنيين الفلسطينيين قدم دياب اللوح سفير دولة فلسطين في القاهرة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه القضية الفلسطينية مؤثمنا رفض القاهرة لتهجير الفلسطينيين قال سفير فلسطين بالقاهرة خلال مؤتمر صحفي ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي ترعى ارهاب الدولة المنظم وتمارس افعال عنصرية في القدس المحتلة مؤكدا ان قطاع غزة يواجه كارثة انسانية حقيقية حيث دمرت اربعة عشر مستشفى واكثر من ثلاثين الف وحدة سكنية رسالة مؤثرة لغير العرب من احمد حسن كوكا بشأن فلسطين لا تكن احمق حرص الدولي المصري احمد حسن كوكا مهاجم فريق بنيديك التركي اليوم السبت الرابع عشر من شهر اكتوبر لعام الفين وثلاث وعشرين على توجيه رسالة مؤثرة لدعم فلسطين بعد الاحداث التي تشهدها فلسطين منذ يوم السبت الماضي بداية من عملية طوفان الاقصى وبعدها العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كتف في كتف اهلنا في فلسطين الاسكندرانية يتبرعون بالدم لمصاب غزة كتف في كتف اهلنا في فلسطين شعار جسده على ارض الواقع مواطن الاسكندرية من خلال المشاركة في حملات التبرع بالدم لمصاب غزة جراء القصف المتواصل من سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وذلك عبر قوافل صحية للتبرع بالدم في ساحة مسجل القائد ابراهيم والمرسى او العباس وتسابق الشباب والشيوخ على قوافل التبرع بالدم لصالح اهالي قطاع غزة في فلسطين المحتلة اقبال من اهالي الشرقية على التبرع بالدم لصالح الاشقاء في فلسطين شهدت مدينة الزقازيق ومنية القمح انطلاق فاعليات حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني وذلك ظهر اليوم تنفيدا لتوجيهة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تزامنا مع ارسال التحالف الوطني الاهلي التنموي قافلة شاملة الى غزة محملة بكميات ضخمة من المساعدة الانسانية والمواد الغذائية والعلاجية المستشار محمود فوزي ندعو كل مواطن للتبرع بالدم ودعم الاشقاء في فلسطين قال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح السياسي عبدالفتاح السيسي ان الحملة حضرت اليوم للمركز القومي للتبرع بالدم نصرة ومساعدة للاخوة في فلسطين اول قرار عجل من رئيس كوريا الشمالية لعد تصرفات اسرائيل مع فلسطين توجه وزير الخارجية الجزائري احمد عطاف صباح اليوم الاربعاء الى القاهرة للمشاركة في اعمال الاجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعات الدول العربية حول فلسطين وذكر بيان وزارة الخارجية الجزائرية ان انعقاد هذا الاجتماع يأتي بطلب من دولة فلسطين لبحث تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ظل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وهو الطلب الذي دعمته الجزائر الى جانب عدد من الدول العربية الشقيقة وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بارسال قافلة مساعدات انسانية واغاثية الى فلسطين وذلك بعد ساعات قليلة من تحذير سلطات الاسرائيلية بقصف اي مساعدات توجه للقطاع وقالت ان هذا الامر تصدت له مصر وستتصد له مشيرة الى انه سبق ورفضه الاجمع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وارضه واعلنته مقررات الجامعات العربية في سياقات مختلفة واستقر في الضمير العالمي بثوابت واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الان بيان عجل من رئيس الصين يكشف فيه سبب ما يحدث مع فلسطين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء ان الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة الى سيناء ليست امرا يمكن ان يؤدي الى سلام واوضح الرئيس الروسي ان غزة جزء من ارض فلسطين التاريخية وقال بوتين من الصعب اعطاء تقييمات هذه هي الارض التي يعيش عليها الفلسطينيون وهذه ارضهم تاريخيا والان اعزائي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤالا واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب ما يحدث مع فلسطين حتى الان لا تنسوا ان تشاركوا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضغطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة